في حالة كنا غانتشاركوا الميلف ايكسال دينا مع اشخاص خورين واللي كيعملوا معنا على نفس الميلف او فقط لتقديم الميلف دينا بشكل خاص فاضافة تعليق للخانات الميلف دينا امر جيد يكفي نختاروا الخانة اللي محتاجين نضيفوا لها التعليق واللي يمكن يكون فيه معلومات اضافية او توضيح المعلومة اللي اختارينا او غيره ادن يكفي نضغط على الزر اللي من فلاصوري ونختار انسره ان كومنتر تيظهر عندي مباشرة هاد الاتار مع اسم خاص لحساب المستخدم والان يكفي نقوم بكتابة التعليق ديالي من اللي كنخرج من هاد المجال كيظهر عندنا في الخانة هاد الرمز الاحمر فأعلى الخانة وبمجرد الانتقال لهذا الرمز كيظهر عندنا التعليق من جديد يمكننا ايضا نستعمل اختصار لوحة المفاتيح shift F2 لإضافة تعليق مثلا الان نضيفه تعليق هنا الآن لنتقلنا لانجلي ريفيزيون هنا في مجموعة كومنتر عندي الزر أفيشاتو لكومنتر غضغط عليه كيظهر عندي جميع تعليقات اللي قمت بإضافتها ايدا يمكننا نغيره موقع وحاجم هاد الاطار ايدا غنضغط من جديد على الزر أفيشاتو لكومنتر لإخفاء هاد تعليقات يمكن لي ايضا اختيار ظهور تعليق واحد فمثلا نجيل هاد الخانة اللي ضفت لها تعليق ونضغط على الزر لي من فلاسوغي ونختار أفيشي ماسكي لكومنتر مباشرة تعليق ديالي كيدهر عندي بنفس الطريقة يمكن لي ايدا نخفي التعليق بالضغط من جديد على الزر لي من فلاسوغي ونختار ماسكي لكومنتر ترجمة نانسي قنقر